الدفع بعدم جواز نظر الدعوة ليه؟ لسابقة الفصل فيه يعني سعدتك رفعت دعوة معينة دعوة معينة والمحكمة قضت فيها بحكم وصار الحكم الهائي هل يجوز لك أن تطرح هذا الموضوع ذاته لذات أسبابه لذات خلي بالكم لذات أسبابه أمام المحكمة مرة أخرى لا فالخصم بتاعك بيجي يقول أنا بيدفع بعدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي والمحكمة تستجيب لأنه نص لكن لما تيجي تقول مثلا المؤجر رفع دعوة على المستأجر إخلال عدم سلاة الأجرة والمحكمة رفضتها السنة اللي فاتت فجي السنة دي يرفحها تاني من حقه ولا مش من حقه من حقه في حالة واحدة إذا كانت المدة المطالب بها مختلفة يبقى ما قلناش ذات الأسباب يبقى ما بقتش ذات الأسباب مش كده أولي إيه؟ يبقى إذن الدفوع شكلية وموضوعية والدفع بعدم القبول والدفع بعدم الجواز دي الدفوع التي يمكن للمدعي أو يعني خلاص ما فيش غير المدعي المدعي أرى المستندات وسمع من الموكل وأقام الدعوة في سبيل الوصول إلى حق هو يرى أن موكله صاحب حق وأراد أن يحصل له عليه أما المدعي ليه أما المدعي ليه يرى شيء آخر يرى أن المدعي صاحب حق وأن تلك الدعوة أقيمت عليه تقتنص منه حق ليس من حق من يطالب به فبيستخدم الدفوع بيستخدم الدفوع طبعا والمستندات أو مستند يبني عليه دفع فهي في الحقيقة مباراة بين إثنين من المحامين مباراة كل منهم يبحث ويكد ويبدع ويصل إلى نتيجة معينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر